حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى ترون عشر آيات الدخان والضجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قبل تطرد الناس إلى محشرهم قال أبو عبد الرحمة سقط كلمة أخرى حدثنا سفيان عن عمر وعن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة وقال سفيان مرة أو خمسين وأربعين ليلة فيقول يا ربي ماذا أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله تبارك وتعالى فيكتباني فيقولاني ماذا أذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتباني فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقصه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن فرات عن أبي الطفيل عن أبي صريحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث قال فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تذكرون قالوا الساعة قالا إن الساعة لن تقوم حتى ترون عشر آيات خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب والدخان والضجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونار تخرج من قعر عداء ترحل الناس فقال شعبة سمعته وأحسبه قال تنزل معهم حيث نزل وتقيل معهم حيث قالوا قال شعبة وحدثني بهذا الحديث رجل رجل عن أبي الطفيل عن أبي صريحة لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم وقال الآخر ريح تلقيهم في البحر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا صفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاث خصوف خصف بالمغرب وخصف بالمشرق وخصف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدى تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيلوا معهم حيث قالوا قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي قال فقال صلوا على أخ لكم بغير بلادكم قال حدثنا عبد الصمد وأزهر بن القاسم قال حدثنا المثن حدثنا قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما فقال صلوا على صاحبكم مات بغير بلادكم قالوا من هو يا رسول الله قال صحمة النجاشي وقال أزهر صحمة وقال أزهر أبي الطفيل الليثي عن حذيفة بن أسيد الغفاري حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا المثن بن سعيد قال حدثنا قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يومين فقال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم قالوا من هو يا رسول الله قال صحمة النجاشي فقاموا فصلوا عليه ترجمة نانسي قنقر